صباح الخير صباح للنور كنتم ان تكونوا بأبسحة وسعادة حلقة الجيل اليوم سوف نشوف معكم السالات اللي كتجيب حلقة ذا متنوعة في الخضار السالات هذي معروفة بالاسم ذا سالات نيسواز يصراح ما عنده تعالقه مع سالات نيسواز السالات نيسواز وحده اخره اذا بغيتو نشوفها معكم ان شاء الله ننزلها لكم هذي السالات بالخضرات اللي كتلقاوها عند السناك اللي غيستوغون اللي تكونوا هكذا موين المهم باش جيكم بنينا ضروري ان الخضار تكون تهيه اسيزوني او تهيه متبله ما نحتش كل شي مسلوق بحلا كده وعاد نحط عليه السوس ما كتجيش بنينا ذاك شعال ليش حال مرة مثلا كندوقفش بلاسة كتجيني بنينا مرة اخرى ضقتها بلاسة اخرى كتجيني مثلا باسلا لهذا اليوم نعطيها لكم بجميع الاسرار ديالها باش جيكم من السماء جيكم بنينا لاسوس حتى هي غدي نصيبوها فالدار ولكن اكيد كتبقى اختيارية اتبعوا معي الحلقة من الاول حتى الاخر دائما الاسرار اهم من الوصفة بالنسبة الكمية اللي غادي نعطيكم اليوم فغايتكفيكم الخمسة ديال السالات اللي بحال اكده ديال كل واحد او في الصراحة هادي انا صايبت اربعة اللي يقدروي ياكلو فيها زوج جنة سراشته ضاعفت انا في الجنيبات مثلا الباربة عندي منها جوج جنة المرات وكل شي ضاعفته وهديك البطاطة اللي لوص طراحة كبيرة وعالية هذا كلها تبصيل مثلا اذا كنتو حاطين شواء نهار العيد كلها تبصيل غادي ياكلو فيه جوج جنة سراشة على النص سيأكلو فيه جوج جنة بالنسبة لي كافية تكشيش اليوم غادي نعطيكم بالضبط شنو غادي تتقدى وغادي نكتب لكم كذلك في صندوق مثلا كل حاجة شنو غادي يخصتكم منها واش نصد كيلو واش كيلو ومن بعد لي بغايد ضاعف مثلا كنتو عائلة كبيرة غادي تجمعوا كاملين بغيتوا تضاعفوا ضاعفوا المهم هالكيميا اليوم راها اربعة حتى الخمسة دي التباص اللي كبارين شي شوية كنبغي اول حاجة قبل ما نبدأ نشكركم بزا 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 على التعاليق ديلكم الزوينة على المحبة على الدعم كيميا دي الحب في تعاليق ماشي عادية شي حاجة اللي مني كنقراه كتجيني البكياب قلت لي انسان كيفش كيقدر يكتب كذلك شي من الاعماق ديالو كيفش يقدر يكتب كلمة دي المحبة بتطريقة ويتفنن فيها فشي حاجة علي واحدة مملت كتير علي ذلك شي الي كتبوا كنتمنى اناني نكون عند حسن ضن ديالكم اناني نقدر نكون قد هذاك الكلمات الذي كتبوا لي كيجنشكركم بالزاف وهذا نابع من الاصل ديالكم طيب من التربيه ديالكم فشكرا جزيلا لكل الناس التي كتببوا لي الكلمة دي المحبة الى الكلمات ديال الدعم كيجنشكركم بزيقان لدي هنا مقادر كلهم ضروري يكونوا في درجة حرارة الغرفة نضعهم بحالة كده نحسب لهم تقريبا واحد ربع ساعة حتى نصف ساعة هاكده كنخليهم باش كي ياخدوا درجة دي الزيت لان اذا كان اختلاف الحرارة ما بين الزيت ما بين البيض ما بين المكونات كلهم هنا فيما كتقبط لكم شلا مايونز او كتبقى سائلة غادي نضير هنا بيضة واحد صفار دي البيضة بيضة كاملة والاخور غير صفار باش كتجين لصوص عقداش شوية سوف نضيف هنا واحد ملعقتان كبيرة من عصير الحامض و سوف نضيف ملعقتان كبيرة يكون مملؤين من الخل اي خل كتفضله انا كيجومي خلطفه كي يطي واحد المضاق زوين و كيهرز ذاك الجهد او المضاق ديال الزيت سوف نضيف واحد فاستين من التوم و سوف نضيف هنا الكوغنيشون خديث منه واحد القطعتين يكونو صغر سوف نضيف الملحاء و سوف نضيف الابزار و سوف نضيف هنا اي اعشاب منسي ما كتجبكم تقدروا تخلطوه هنا معلقة كبيرة يا اما مع المعدنوس يا اما البقدونيس يا المعدنوس هنا سوف نضيف واحد نصف ملعقة متوسطة من الموتار كيف ما اقول لكم البقدونيس الاستخاغون اللانات اللي عندكم تقدروا تخلطوه ما بالاعشاب كتجيها كده من السماء بالاعشاب تحن كيف ما كتشوتوه معي المكوينة كلهم مع بعضياتهم حتى نساجمو كنبدأ نزيد زيت بشوية بشوية اذا استعملتو الخلاط دين العاصر كتزيدو الزيت ما هذه التقابال الفوق انتوا ما كتتحنوا كتزيدو الزيت بشوية 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 برقايق هنا انا انا يعني عندي الميكسور بلانجون كنزيدتو أنا شوية بشوية و كنتتحن كتبقوا هكذا مستمرين حتى كتجمع عندكم هuce التعرض كتجي من السماء بالاعشاب يجب أن ترافقوا بها جميع الأطباق تحتفظوا بها في الثلاجة ضروري نغطيها لمايونيز بغطاء ملامس لكي لا تريح تبقى في الثلاجة لأن فيها البيطري تبقى لمدة ثلاثة أيام هو المكسيمم نغطيها بشغطاء يجب أن تستعملها في الثلاجة حتى تبغيها وتستعملها وبالنسبة لكمية الزيت استعملت ثلاثة وخمسون ميلي لتر من الزيت النباتية وهي تقريبا واحد كأسين عنباء دائما على حساب الحجم نستطيع أن نحتاجها أقل أو أكثر حتى ترى مايونيز وصلة القوام التي تريدونها بالنسبة للباربات قد تضيعها في الكوكوط ولكن اليوم أريد أن نتقاسم معكم طريقة لي ليس ضروري نهائيا أنكم تفعلها نتقاسم معكم الأفكار فبنسبة لأنا دائما نأخذ بحلقة الباربات نأخذ حبات يكونوا صغر حاولوا يكونوا قد قد نقسم كل حبة إلى نصفين و نلويهم بحلقة في البابي على شكل البونبون نغلف مزيان ومن بعد نغلفهم بالبابي أليمنيوم على ناحيته هنا ندخلهم الفران من بعد ما نكون سخنته من قبل يكون ساخن 11 دقائق من قبل إلى 200 درجة ندخل الباربات بل حتى نقطة الماء بلا زيت بلا ملحب لوالو ندخل هذه الباربات مدة ساعة وربحة ساعة ونصف لحسب الباربات قداش مني نخرجها نجعلها ترتاح ترجع عليها السخونية مزيان حتى تبرد مني تبرد تحلو عليها كما تنزل حتى نقطة الماء للعسارة سوف نقطعها لونها كل شيء تحتفظ به ترجع غوز كل شيء ينزل منها هكذا سوف تجربوا باربات هذه هي طريقتي ولكن في هذه السلطة لا تستطيعوا تجربوها بالنسبة للا كويسان كيف تعجبكم بالنسبة لي ساعة ونصف تكون كافية من بعد ما تبرد هذه البابيوت تلقواها عرقات من الداخل كنزول هذه القشرة كنقطعها مربعات صغيرة كنزيد شوية الملحة شوية الإبزار ونضيف هنا واحد معلقة كبيرة دائما حسب الضوء المهم البربحة تكون حلوة تبقى تزيد الملحة بالزاف دائما تلقى ملحة هنا البصلة المقطعة صغيرة خاصة نزيدها مع اللوبي الخضراء هنا يرغي خطأت سوف نزيد هنا فصل دائما دريز دائما معلقة كبيرة دائما ومن بعد نزيد هنا زيت الزيتون اختاروا زيت الزيتون اللي تكون انها خفيفة هذيك اللي تكون تقيلة ما تجيش زوينة فان دائما نستعمل إذا ما عندكمش حاولوا تستعملوا زيت الزيتون اللي تكون هكذا انها خفيفة نسلق لتنقطة الماء فوائد العصارة كلها جمعها وراء بيليكم من اللون انها محتفظة على كل شيء ودائما بغيتوا تجيكم الحاجة نضوقوا كل حاجة بحديثة انا هنا يضقت صراحة كان خصني شوية ديال الخل اللي اضفته في الاخير كان فيه المياه هذي الصلاة هذي ونخليها في التلاجة حتى نوجد باقي المكونات بنزل باربا كان عندي منها كيلو إلا ربع هنا اللوبي الخضراء عندي منها نصف كيلو انا سلقتها مع الملحة دونك هنا هذي نضوق نشو الملحة اللي خاصاني باش اذا كانت مالحصة فيما نزيدش الملحة زيت تغير شوية ديال الملحة شوية ديال البزار غادي نضيف هنا يا ديال المعلقة الكبيرة ديال البصلة ملاحسن البصلة جديدة قطعتها مربعات صغيرة وربد زاف اذا ما كتعرفوش تقطوعها كده صغير اعودوها بالقطعات ديال القزبور ومادنوس نضفت هنا يا المعدنوس وغادي معلقة كبيرة غادي نزيد كدلك معلقة كبيرة ديال الخل بانسبة الليають هذي يصراد ما كنديرش من القزبور انا ما كتجمش الماطق ديال القزبور نجد المعضل و الماء خفيفة و نفس الشيء هو زيت البلدية و زيت الزيتون خفيفة سنخلط المكونات كلهم و نسبة الطريقة التي سلقت بها تجعل الماء تغليم جيدا و نزل الملح و ننزلها و نجعلها تسلق حسب كيفية تعجبني و نسبة لي نحن كذلك و نشيء قاسحة و نشيء الهارية من بعد ما نسلق و نضيفها و نضيفها و ننزل الماء بارد فوق من الروبيني و ننزل عليها الماء و اذا اجتوا فيها الماء كثير من بعد ما صفيتها امسحها شوية بالبابيق قبل ما نضيفها لكي لا تطلق لكم شو الماء انا كيفما تشوف معي لا تطلق الماء لحتى حاجة و نفس الحاجة دائما نضغ و نشو شنو خاصة بالنسبة لي انا هنا احتجت واحد شوية دي الخل مني كنت نسمو كل شيء و كنت اسيزوني و كل شيء سلقت كلها بنينا فيما دقتوه ديكلاسوس اللي نضيفها من فوق مايونيز غير كنت تزيد كهلية ماشي كل شيء مسلوق باسل و انا عاد خاصني ديكلاسوس و خاطع يوم ما زيدو فليسوس ما غديش بنا لكم هنا سبقني الفيديو عندي نصف كيلو دي البطاطا البيضة عندي ثلثمية قرام دي الخيزو قطعت خيزو هكدا مربعات صغيرة سلقتوه مع شوية دي الملحة و صفيتو خليتو كيبرد نفس الحاجة بالنسبة للبطاطا حتى قطعت هكدا مربعات صغيرة مع شوية دي الملحة خليتها كتسلق و صفيتها خليتو كيبردو في شي بلاتو باش ميتعجنوش مع بعضياتو و دائما اي حاجة سلقتها كنسلقها بالملحة اذا ما سلقتوش الخضراء بالملحة و خاتع يوم ما تبننو فيها و خاتدو لها اي سوس اختاريتو كتجي يكون بس لا كتجي بحل غيث فضروري تأكدو ان الخضراء كاملة سلقناها مع شوية دي الملحة من غير الباربة اللي في موقت لكم ما تحتاجش اننا نديرو لها الملحة لان هي اصلا كلها بنينة فاو خاتدوها غير بحلقة داك او استعملتو الطريقة اللي وريتكم فاكتجي زوينة هنا زيت واحد الحك صغير من بعد ما انقصت منه شوية زيت غادي نزيد هنا هذا عندي الحك كبير انتو ما استعملو غير الحك صغير لف الطن لف الماييز انا هذا كبير استعملت منه طولتين تقريبا هذا زوين بيو خديته من مرجان انا كنت تقضي مكافو ولكن دبع مع المقاطعة راولي تقضي من مرجان من بعد غادي نزيد هنا لا مايونيز اللي نسمتها ما عندكم شاد لا مايونيز استعملو غير المايونيز العادية و نسموها على حسب الضوء سوف نخلط المكونات من تحت الفق لكي لا نعجنش هذه البطاطا و انا البطاطا عندي باعدة جيدة في الثلاجة تفصينية لكي نخلطها لكي لا نعجنش نخلط بحلاك ذا كي نخلط لكم من تحت الفق و انا كي نخلط معها المايونيز بغيت تديرو لها غيشوية الحامض و زيت البلدية و الملحة تديرو لها بحلاك ذاك نخلطها من بعد و ازيدو لها مايونيز انا اجب نجيب حلاك ذاك بحلاك ذاك بالنسبة لخيزه استعملت ثلاثة الحبات قريبا حكيتو بحكاكة الغليدة سوف نزيد له واحد العسيرة الحامض خيزه حتى نقرب نضعه في الطبلاء عاد نزيد له لسيزون ما لكي لا يدبل شوية القلمة كنحكوه و نغطيه و نخليوه زيت له شوية الحامض و الملحة غير شوية كنبغي يبقى بديك الحلاوة ذاك و كنخلطه بحلاك ذاك و كنخلطه بحلاك ذاك ما كنزيد لهش الزيت باش ما كيدبلش سافي و هكا كنخلطوه في اخير دقيقة سافي هنا كل شي واجد عندي كل شي مبنن كل شي اصيزوني حتته هكذا في ديبول من بعد رغادي نقول لكم كيفاش مش مبعده بها نقول لكم كيفاش انكم هاد الاصالات توجدوها الليلة من قبل ما يمكنش غانو نواجدوها نهار العيد ما عناش الوقت و كينتا الناس اللي عندهم مثلا مساعدة كتساعدهم الليلة ديال العيد باش يوجدو هاد الشي و نهار ديال العيد كينصبح عندهم الحويج اللي غادينصايبوهم را اللي عيد عنده خدمه اخرى فشو ممكن نصايب نهار قبل ممكن نصايب الباربا ندليها هذيك تتبيلة و كل شي و نغطيها اللو بيا الخضره احتها هي ندليها تتبيلة ديالها و نغطيها بالفيلم بالنسبة لبطاطا وخيزو نقدر غينسلقهم و نغطيهم و في النهار اللي غنقدم فيه هي فين كنزيد الخيزو ما كنحكوش نهار ديال العيد و نحكوه ماشي مشكلة هادا كرا سهل الخيار او الفقوس هدا وقت ديال الفقوس انا كنفضل الفقوس حتى هو حتى النهار ديال اللي غنقدم فيه عاد كنقدر هذيك الخضره الخيار او الخص او لماتيشا والبيض كنسلقو احت النهار بنهارو الحويج اللي ممكن اللي نصايبهم قبل را هما اللي قولتهم لكم الحويج اللي بقات بسيطة را كنصايبوهم نهار ديال العيد وبالنسبة الناس اللي بغاد تحط هاد الاصالة هادي في ديبول هكذا يكونوا زوينين ماشي هادو اللي صايبنا فيهم فتقدروا تحطوها في ديبول و تحطو معلقات كل واحد كيسر براسو غير تضلوا هادي را كيمياء كما قلت لكم ديال ربعة حتى الخمسة ديال التباصل بالنسبة لهادك الفقوس مع ماتيشا بغيتوا تحطوه في بول و تأسيزونيو ماشي مشكل كتزيدوا شوية حمود مع زيت البلدية بغيتوا تضيفوا شوية اللبصلة لها كده مقطعة جوانح تبننوهم انا ما بغيتش ندلوه بحلقة ذاك لانا غير في جنيب غاد يجي مع هادي كسو سر غادي تنسمو وبنسبة الناس اللي بغاد تحطوها هاد الاصالة هادي في تبصيل كبير او تبصيل عائلي فنحاول انني نقسم مثلا البربا نحط منها الجيهة او الجيهة البطاطا او لماس ادوان نقدر نحط الوسط او نحط لاصوس الوسط الممكن تقادروا تبصيل كبير بحلقة ذاك اللي كيكون متنوع والناس كتاخد منه كل واحد كيفاش يبغي حتلا صالات ايما في ضيبول ايما عائلية ايما هاكذا في التباصل سافي هنا من بعد ما كملت انا بني سبالي حتازهم فالتباصل هادو ربعا دي التباصل يطاوني وكينتباصل شوية كبيرين هانتوما كيف ما كتشوفوا مع هيا ري اكلوا فيهم زوجين الناس مع المشاوي معا كنكونوا مصايبين بعد المرات سلطات اللي كتكون سخونة بحزق لوك تكتوكا كنصايب انا واحد الغموس اللي بنين بزاف مع المشاوي كتغمصوا بي وكتاكلوا به المشاوي كي يجي كي حمق اذا بغيتو نحطو لكم اكتولي في التعاليق اذا جاءت علي تعاليق كتير انا نصايبوا لكم بحل تغميصة مع عارش كيفاش نشرح لكم ولكن كي يجي وار كي يجي محرار محمد كي يجي بنين كنحطو انا مع بول فاف اولا مع الكفتم شوية هنا صافي زينت بشوية دي المايونيز من الفوق شوية دي المعدنوس راح بطيت ديبول بحلقة اللي فيهم العصوص اللي فيهم المايونيز اللي كي بغي لا فينيك غير ترى عندي بزاف جي الوصفات في القناة غير كتبو صلصة عابل القباج راتخرج لكم وكتبولي تفتع عليق طلبات ديلكم شنو بغيتو بالنسبة للعيد را قلتها لكم في حلقة وكين صراحة ملقيت شي طالبات اللي ما عرف شنو بغيين كتبولي لانا انا صراحة عندي بزاف دي الوصفات في القناة اللي خاصة باللحوم بكل شي ولكن اذا عندكم شي حاجة سبيسيال بغيتوها كتبوها اللي في التعاليق لالحاجة اللي كتجعلها تعاليق كتيرا هي اللي كنشوفها معكم ومهم كنتمنى ان هاد لا صارت تكون عجباتكم انا كتجي بنينة بزاف لاصوت حتي كتجي زوينة كنتمنى انكم تجربوها وترضو عليها في التعاليق ومشي عيدكم مبارك باقي نشوف وصفات اخرى ان شاء الله واحد الزوجة او ثلاثة الوصفات قبل ملعيد شكرا شكرا